مرحبا كيفكم؟ طبعا تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جايوا بقراءة شهرية لبرج الجزاء سحاول اتحدث فيها الأحوال العاطفية والأحوال العامة وكذلك سحاول اتحدث فيها العزيب سوف نشوف شو يخبرون من مفاجآت هذه القراءة تنطبق على برج الشانسي قمري الطالع وفي امكانية ان تكون قراءة عكسية خاصة اذا تحدثنا عن الجانب العاطفي قبل ما ابدأ يا برج الجوزاء بطلوب منكن انو تزوروني على البيج ربعي على الانستغرام رح تلاقوها بصندوق الوصف فلا تنسوا انو تدعموني على الانستغرام بداية انا اصحاب برج الجوزاء امشوف كأنو منبلشوا بداية جديدة او هن بصدد بداية مشروع بداية علاقة بداية شيء يعني كأنو هم يحاولوا يبدأوا شيء من جديد عمشوف كذلك على انو كانت عندهم بالاوقات السابقة كانت عندهم خسارات كان عندهم الام كان عندهم تفكير مطول باشياء كانت سلبية جدا وعم تجيب لهم اراق عمشوفهم كأنو يحاولون البحث عن الاستقرار برج الجوزاء وعلى السعادة الابدية اوكي عمشوفهم يلجأون للتجديد للبدايات بالنسبة للشريك عمشوفوا شخص منو واضح شخص نظرته كذلك للحياة غير واضحة شخص مش واقعي ابدا وعمشوفوا شخص دائما يلجأ للاشياء الممكن تكون وهمية ممكن يكون شخص بعاقر العققير او مولها الوسات او يعني بدخن بيعمل مخدرات حدا بيشرب خمر عمشوفوا لهذا الشخص يلجأ دائما الى ان لا يرى الحقيقة لا يرى الواقع عمشوفوا كذلك على انه كتير محطم القلب هذا الانسان مجروح القلب فعليا مجروح القلب هذا الانسان شايل بقلبه كتير على شيء لهيك انا عمشوفوا يتهرب من الواقع باشياء تتمثل بالمخدرات ممكن ما يكون مخدرات بس هذا الانسان غير واقعي هذا الانسان عنده وهم او ممكن هذا الانسان عنده صورة غير حقيقية عندنا شايل مثلا انه شايف فيك اشياء يعني مغلوطة عنك يعني هذا الانسان عم يشوف الشيء ليس بالواقع بالنسبة للك يا برجل روزا قام شوفك بالوقت الحالي الاوضاع عندك جدا جميلة ممكن انتو او انت بالضبط انه بتحبوا لهذا الشخص تعشقوا لهذا الشخص عندك شعور كتير كبير او شعور جميل تجاه هذا الانسان عم شوفه على انه بيلون حياتك عم شوفه لهذا الشخص ممكن تتمنى الزواج منه وتريد الزواج منه بس هذا الانسان يعني بيعاني من مشاكل نفسية بيعاني من مشاكل بييده اصلا ممكن للبعض يكونوا مفترقين وللبعض كذلك يكونوا مع بعض اوكي عم شوفها لانه الوضع الحالي هو ممكن معتزل حتى لو كان بيحكي معك عم شوفه قليل الكلام قليل التواصل ما عم يعطيك وقت او بتحسه دائما يبتعد عنك هذا الانسان عم تحسه شوي يعتزل الكلام معك اما اذا كان يعني مفترقين فطبيعي انه معتزل الكلام معك وما بيحكي معك عم شوفك على انه بهذا الوقت مشاعرك تابتي وكأنه تتمنى شيء من هذا الانسان انت تريد ان يقدم على خطوة السواج على خطوة الاصلاح اذا كنتوا مبتعدين فهذا الانسان انت تتمنى منه اشياء كتير كبيرة ممكن انت عم تشوفه شخص عنده مقومات ان يكون الشخص او الانسان المناسب بحياتك او الزوج اللي مناسب بحياتك وارد جدا انه هذا الانسان شايل بقلبه اتجاهك هيك عم يطلع عندي الطاقة لانه هذا الانسان شايل بقلبه اتجاهك عنده شوية من الاشياء حاملة تجاهك ويريد اصلاح هذه الامور ممكن هو ممكن بعلاقة صلاثية او عنده مثلا عنده كتير اشياء عم تشغلوا عليك ممكن يكون عمله هو العلاقة الصلاثية او الشخص الثالث اللي عم يتدخل لابعادكم عن بعض اوكي في شيء يعزله عن الناس او يعزله عنك اوكي ممكن تكون حتى كذلك مرأة ممكن هاد المرأة تكون برج ناري عم شوف على انه انت نيتك تجاه هذا الانسان انه تستمروا مع بعض انه تكونوا مع بعض عندك نيت انت بتحبه لهذا الشخص حبه كتير غير مشروط لانه عم تتلع للوفورز كمان الفور اف وانس التمبرانس في كتير كذا في كذا ورائد تحكي على انه انت بتحبه لهذا الشخص وتنوي معه الاستقرار انت تنوي ذلك عم شوف على انه خطوته القادمة او مستقبل هذه العلاقة للمدى القريب فانا عم شوف انه الاس اف كبس اذا كانت في مشاكل او في اشياء معوقات عم تعيق هذه العلاقة او تعيق سيرولة هذه العلاقة فانشوف انه الامور تتصلح مستقبله جميل جدا ممكن حتى انه تتصلح الامور اذا كنتو متخاصمين اما اذا كنتو انتو عندكن جفع بالعلاقة فالامور راح يعني ترتوي من جديد وتصير العلاقة اهدا واجمل اوكي بالنسبة للمستقبل البعيد لهذا العلاقة عم شوفها لانه عملت لالة ديف عم شوف انه هذه العلاقة ممكن تمر من مرحلة كارمية هذه المرحلة الكارمية راح تخلي العلاقة اي؟ راح تخلي العلاقة لصالحك يعني شيء جميل ردا ممكن هذه العلاقة تستمر ويصير عنده دايمومة كتير اطول واذا كان في مشاكل بالعلاقة تتصلح وتصيره احسن لانه عم تتلعلي دماجسن دماجسن دائما عنده القدرة انه يفعل شيء اذا كنت عندكم ما كان عندكم القدرة انه تتحكموا بالعلاقة وتتطور يعني راح يصير هذا الامر وارد جدا في العلاقة وتصير استقرارية اكثر بهذه العلاقة اوكي؟ عم شوف كذلك على انه للبعض منكم ممكن هذه العلاقة تتكلل بالزواج في كتير من الناس تكون بالمستقبل العلاقة البعيد في زواج وفي مستقبل رميلة للكون ممكن للبعض منكم عم يحس بعدم الامان او عم يحس انه هذه العلاقة مش ركزة ممكن لانه الانسان هذا الانسان او الشريك اللي انت بتتعامل معه في جفع اوكي؟ في جفع بالعلاقة وهذا الانسان مبتعد بالوقت الحالي وكذلك هو ممكن يشعر بعدم الامان او كلا انه كمان مشاعره فيها توقف صورت يعني موجوع القلب عنده اشياء عم توجعه هذا الشخص في اشياء مش واضحة اصلا لا الو ما يشوف الحقيقة عنده صورة ضبابية عنده صورة ضبابية تجاه كل الامور سواء عنك سواء عن كتير امور كأنه ما عم يشوف اصلا الحقيقة وعنده تشويش فكر كبير بالنسبة للطاقات عمشوف برج الحوت القوس عمشوف برج الجوزع عمشوف برج العقرب الثور وعم تطلع عنده الطاقات النارية المائية والترعبية بكسرة اما الهوائية فعمشوفها قليلة جدا لا انكر انه في كذا كانت بيحكي عن الهواء بس عامة الطاقات يغلب عليهم الطاقة النارية والمائية والترعبية بالنسبة للعزيب عمشوف على انه ممكن تكون في فرصة جديدة لهم او في علاقة او في شخص جديد سيتقدم لهم ممكن كان عم يراقبهم من بعيد وما كان عم يبديق خطوة للامام بس عمشوف انه المستقبل ممكن يتقدم ممكن يحكي او ممكن انتو تبدأوا علاقة مع شخص جديد عمشوف انه هذه العلاقة بالبداية رح تكون كتير غير واضحة رح تكون هذه العلاقة غير واضحة وغير مفهومة بس انا عمشوفها لانه ممكن رح تكون البداية مش جيدة ابدا رح تكون البداية فيها ممكن نوع من الخصامات عدم التفاهم عدم التفاهم ممكن تحصل اشياء ما بتفهمها يعني وما تفهم الشريك جيدا بس يعني التوازن بالعلاقة رح يصير بعدين رح تفهموا بعدين رح تفهم طباع هذا الانسان وتصير تحسن من العلاقة مع هذا الانسان او تصير متجاوب اكثر مع هذا الشخص اما بالنسبة للطاقة العامة يا برج الجوزة ممكن للبعض عندكم كتير احلام عندكم كتير متمنيات عمشوف ممكن حتى للبعض فينكم رح يصير عنده احلام بالمنام وتتحقق على فكرة ممكن على فكرة بتصير تفكر بالزواج كتير ممكن حتى انه تحلم بالزواج او تحلم باشياء كأنه عبارة عن رسائل للك من الحلم عشان انه في زواج في حياتك لانه عم تطلع للويدن عمشوف كذلك على انه يا برج الجوزة ممكن تكون في خصامات انت والشريك في مشاكل ممكن رح تنشأ بحياتك بهذا الشهر ممكن كذلك اذا كانت الاوضاع المالية غير جيدة بالنسبة لعائلك يا برج الجوزة ممكن تتحسن الامور من هذا الشهر لبعدين ممكن يصير في نوع من الرخاء المادي بالنسبة لبرج الجوزة بس عمشوفك عم تصرف مال كتير برج الجوزة يعني معروف انه انسان بيصرف مال كتير عمشوفك عم تهتم للشغل بس كذلك حتى الحظ رح يكون معك اذا انت يعني عندك نية للسفر فعمشوفه ممكن تكون الامور السفر جدا جيدة بس يعني عمشوفك كتير كأنه عم تفتعل خصامات مع اشخاص حاول انه ما تفتعل خصامات لانه عمشوفك شوي طاقتك بهذا الوقت كتير نارية وفيها نوع من المشاكل والصراعات عمشوف كذلك على انه الناس اللي عم تبحث عن عمل ممكن العمل يصير اسهل ويتيسر احسن ممكن عمشوفك يا برج الجوزة حتى ممكن عم تزور الحكيم او ممكن حتى عندك قضايا بالمحكمة تتعلق بميراس او مال او في احد اختلاص مالك اوكي عمشوف على انه كذلك مشروع كما يظهر يعني السفر جدا وارد وعمشوف على انه في قضايا كتير عم يتلعلي انه في مشاكل مع اشخاص شوف فيه برج الجوزة عمشوفك كأنه عم تدخل بمشاكل مع ناس وعندك يعني عندك مشاكل مع كذا شخص عمشوف على انه في شخص كذلك يعني يريد الانتقام منك يريد ان يهزمك يريد ان يكون هو الاول لانه عمشوفك ممكن اذا كنت او كنت شخص يعني سهل المنال وممكن هذا الانسان يعني يشعر بردة داخلي انه فاز عليك اوكي هذا الانسان عم يراقبك من بعيد عمشوف كذلك على انه في كتير اشياء سلبية ممكن عم تفكر فيها في امور تتعلق بالمال يا برج الجوزة عم تقرقك وكأنه في احد اخد مالك عمشوف على انه عندك حيرة كتير كبيرة وكأنه في بابين سيفتحان امامك ممكن باب يتعلق بكل ما هو اشتغال على الانترنت او اشتغال على او او الاشتغال بمجالات تتعلق بالسفر عمشوفك عم تكذب بهذا الامر او انت عم تقدم على كذا شركة او كذا عمال عمشوفك كتير تعبعا على هذا الامر وتريد يعني انفراجات بس الامور ممكن ما تكون بالسرعة الذي انت تتمنىها يا برج الجوزة ممكن شوفك اكثر عم تشتغل عم تقدم تعمل بس يعني المستقبل البعيد ممكن يكون في عطاء اكثر بس تحلى بالقوة تحلى بالصبر ما تهتم بالوقت الحالي حتى لو كان في نوع من الجفاف المادي وما كان عندك المادي ميسرة بهذا الوقت فبالمستقبل البعيد كتير الامور رح تتحسن اوكي ممكن انت تحصل على اموال تتعلق بارث من العائلة بس احترس عم تطلع لي كذا مرة انو احترس من احد يريد محاولة انو ياخد هذا المال منك يعني ما بعرف شو القصة يا برج الجوزة بس عمشوف في شخص كانو بيحاول انو يختلص هذا المال او يختلص شيء منك يا برج الجوزة بس حاول انو تسكر علي الباب نهائيا ما تفتح ابدا الباب عليه بالنسبة للصحة عمشوف على انو في ممكن تكون زيارة حكيم بس لشيء يعني مش شيء كتير كبير عمشوفك ممكن ما عم يجيك نوم واذا نمت عم تحلم باحلام ورؤة مش بس اضغط احلام عم شوف رؤة كانو شيء سيتحقق نوراق هذه الرؤة عمشوفها لا انو صحيا الصحة الحمدلله جميلة جداً والشيء ممكن تحس بصداعة نصفي مثلاً او ممكن انا حتى عم شوفك انو راح تمارس رياضة بهذا الاسبوع احس انو انو جسمك مكسر شوية من وراق هذا التعب بس عامة الجو العام جيد جدا بالنسبة لبرج الجوزع بس احذر من اشخاص ممكن يكونوا خادعين جدا لك او يريدون اختمالك اوكي هيدا كل شي بالنسبة لبرج الجوزع بتمنى عليك كل الخير والمسررات وما تنسوا تعملوا لي لايك وتابسكوية